ضمن منافسات بطولة أوروبا لكرة القدم التي تحتضنها فرنسا تعد مباراة هذا اليوم السابت بين المتخذين الروسي والإنجليزي في مدينة مارسيليا واحدة من أكثر المبارايات التي يمكن أن تحيط بها أعمال عنف بين مشجعي الفريقين لكن السلطات الفرنسية مصممة على تجنب مزيد من الشغب إثر الصدمات التي وقعت يومي الخميس والجمعة ويقول مدير أحد المطاعم قامت الشرطة بعملها وكانت أحداث الميناء الفارحة بمثابة اندلاع حرب أهلية وكان المئات من المشجعين السكار اشتبكوا مع بعضهم ورشقوا الشرطيين بالزجاجات في حي المرفأ القديم حيث أمرت الشرطة بأغلاق المطاعم والحنات وأوقفت سبعة أشخاص ويقول مشجع إنجليزي بصراحة نعتقد أن الأمر وقع تفخيمه في وسائل الإعلام كان هناك مشجعون إنجليزي يقضون وقتا ممتعا وينشدون هذا كل ما في الأمر حوالي ألف شرطيين سيتم نشرهم في المدينة المتوسطية في وقت وصل ما يزيد عن سبعين ألف مشجع إنجليزي وعشرين ألف مشجع روسي لمتابعة المباراة بين المنتخبين ترجمة نانسي قنقر